دايما بسمع سؤال كده خفض السكر التراكمي او طريق الخفض السكر التراكمي دايما بلاقي السؤال ده كتير والبحث عنه كتير طب هو ايه السكر التراكمي وازاي اصلا اخفضه عشان اوصله للمستويات الطبيعية وارجع انسان طبيعي مش مريض سكر ولا حاجة بصوا يا جماعة السكر التراكمي ده عامل بالزبط زي الدرجة النهائية في الامتحان يعني انت بيبقى عندك مواد كتيرة جدا 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 محصلة المواد دي كلها في الاخر بتظهر في المجموعة النهائي المجموعة النهائي هنا بالنسبة لنا هو السكر التراكمي فبالتالي انا لازم اجتهد عشان خاطر اوصل لمجموعة نهائي كويس لازم اشتغل على المواد كلها وازبط الدنيا دي كلها عشان في الاخر احصل على نتيجة كويسة جدا وده بالزبط اللي بيحصل في السكر التراكمي السكر التراكمي هو بالنسبة لنا المجموعة النهائي لتعبنا وشاءنا واجتهدنا ان احنا نزبط مستويات السكر في الدم فلازم اشتغل على حاجات كتيرة جدا عشان خاطر اقدر ان انا ازبط السكر التراكمي السكر التراكمي عشان تزبطه ما بتزبطوش كده لوحده يعني انت مش بتروح تشتغل على السكر التراكمي لا انت بتشتغل على سكر الدم او سكر الجلوكوز اللي موجود في الدم مستوى عامل ايه طالما انت شغال في الموضوع ده وبتحافظ عليه وعلى مستوى السكر في الحدود الطبعية يبقى انت شاءك وتعبك ده كله هتشوفه في النهاية لما تروح المعمل وتعمل تحليل السكر التراكمي لكن انا ديركت مش بروح اشتغل على السكر التراكمي انا مليش تعامل معاه السكر التراكمي ده بيكون نتيجة المهود اللي انت عملته او نتيجة مستوى الجلوكوز طوال الشهور اللي فاتت فبالتالي انا بحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم عشان في الاخر يسمع في مين في السكر التراكمي طيب ازاي يا دكتور انا دلوقتي اقدر اوصل لمستوى سكر التراكمي كويس وازاي يقدر حافظ على مستوى السكر في الدم يكون كويس عشان في الاخر اقدر اجني المحصلة للموضوع ده واروح المعمل اعمل التحليل ولقى السكر التراكمي بتاعي نزل والدنيا بقى تمام فيه ستة خطوات مهمة جدا لازم اعملهم مع بعض وركز فيهم عشان يزبطوا السكر التراكمي فهتقروا قلم وابتدي اكتب معايا مدعودش مكسل كده ولا انت مكسل برضو تكتب اول خطوة من الخطوات الستة هي العامل النفسي الحالة النفسية يا جماعة مهمة جدا 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 مش معقول هتكون انت حالتك النفسية سيئة والدنيا مش مصبوطة وفي نفس الوقت انت مش عارف تتقلم مع الضغوط والحاجات اللي حواليك وتلاقي سكر كويس او مستوى سكر كويس لان الحالة النفسية دي مش بس بتأثر كده فيك خارجيا او تحس ان انت زعلان او مخنوق او فرحان لا الحالة النفسية دي بتأثر فينا داخليا فبتأثر على مستويات هرمونات جوانا فيه هرمونات تطلع وهرمونات تنزل وما بين الطلوع والنزول بتاع الهرمونات دي بيأثر فيه مستوى السكر في الدم لذلك انا لازم احافظ على صحة نفسية او حالة نفسية كويسة ازاي يا دكتور ما احنا كلنا مضغطين وفيه مشاكل وفيه 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 ازاي انت عايز تبقى نفسية كويسة الحل الامثل انك تتقلم مع الضغوط دي وتحاول تاخدها بصدر رحب عشان تقدر توصل في الاخر لحالة نفسية كويسة مستوى سكر في الدم كويس فبالتالي سكر تراكمي كويس رقم اتنين معانا هي النوم النوم مهم جدا يا جماعة وبالذات بالليل نوم الليل مفيش غنى عنه نوم الليل بيقلل جدا مستويات هرمونات التوتر والقلق والمشاكل والهموم والحاجات دي كلها فتبتدي تنزل مستويات الهرمونات اللي هي بتعمل مقاومة للانسولين او بتأثر فيه مستويات السكر فبالتالي انا سكر الدم يبتدي يتزبط بالهدوء كده والراحة والنوم بالليل في ضل ما تمه بحيث اللي لو بصيت في ايدي مقدرش اشوفها كده انت في نوم كويس وتنام بعمق ده هيأثر على المدى البعيد في مستوى السكر وفي الحالة النفسية بتاعتك فنام كويس او اتنسى نام كويس رقم تلاتة معانا هي الاكل مش بس تصبيت الاكل لا نوعية الاكل كمان انا باكل ايه ايه العناصر والحاجات اللي موجودة في اكلي هل انا مقضيها كده اكل من برة ولا فيه سلطات وفيه غضار وفيه فكهة وبحاول ازبط الدنيا هل انا فكرت ابدأ على انظمة صحية زي مثلا الكيتو دايت او اللوكرب دايت هل انا فيه زيوت كتير في اكلي وفيه دهون كتير وزيوت مهضركة ومن هنا ومن هنا واكل سريع والكلام ده كله ده كله بيأثر في الاخر في موضوع السكر فلازم يكون اكل بالكيف وليس بالكم يعني انا باكل ايه مش باكل قد ايه رابع حاجة معانا النهاردة هي المشروبات واهم حاجة في المشروبات هي المية واجعلنا من الماء كل شيء حي يبقى اول حاجة هي المية وبالذات الناس اللي مش في دمخها اصلا انها تشرب مية اشرب مية كتير على قد ما تقدر وكان فيه دكتور بيدرسلي في الجامعة زمان قال لي مقولة عمري ما هنساها قال لك بقى يوم ما تحس انك تعبان اشرب مية كتير على قد ما تقدر اذا لم يمنعك الطبيب من ذلك فيا جماعة المية بتزبط الضغط المية لها فوات كتيرة جدا بتساعد في الحرق مش بس المية وفيه بعض المشروبات الكتير جدا زي القرفة والجنزبيل زي القهوة في حدود المعقول وبدون سكر طبعا الحاجات دي كلها بتنزل مستوى السكر في الدم وفيه حلقات كتير عملناها على موضوع المشروبات اللي بتخفض مستوى السكر في الدم ممكن تبقى ترجعوا لها رقم خمسة معانا هي الرياضة وتعبت اقول لكم الرياضة الرياضة يا جماعة لها مفعول السحر الرياضة بتخليك في حتة تانية توديك في مكان تاني خالص الرياضة بتزبط هرمونات السعادة بترفع لك هرمونات السعادة تلاقي نفسك مبسوط وحالتك النفسية كويسة بتنزل هرمونات القلق والتوتر فتلاقي نفسك بقيت ريلاكس كده والدنيا كويسة الرياضة ممتازة جدا بتساعد في حاجات كتير مش بس سكر ضغط وسكر وحالة نفسية وحالة مزاجية وحاجات كتيرة جدا في الرياضة يا جماعة اوصيكم بالرياضة حتى لو ابسط رياضة هي المشي السريع خمسة ايام في الاسبوع هتلاقي على المدى البعيد فرق كبير جدا رقم ستة واخر حاجة معنا النهاردة هي العلاج لازم اشوف علاج الدنيا ماشي ازاي مش بس انا الدكتور كتاب لي علاج من سنة من سنتين وماشي عليه وخلاص لأ لازم اتابع مع الدكتور الشخصي لازم اعرف هل العلاج ده جايب نتيجة ولا مش جايب نتيجة ولازم اتابع بالتحليل واشوف العلاج ده هل محتاج يتغير هل الجرعة محتاجة تزيد هل الجرعة محتاجة تنزل لازم اخب بالي وفي متابعة دورية ما سبش نفسي سنتين تلاتة والسكر اصلا عمالي على وانا عمال اخد علاج مش مأثر ولا جايب نتيجة فلازم اخب بالي مش انا رحت للدكتور كتاب لي علاج وخلاص الدنيا بقت كده تمام لأ انا لازم اتابع كل فترة اعمل تحليل والطمن وتابع تحليلي باستمرار وحلل سكر تراكمي كل تلات شهور انا عايزك تقولي بقى في التعليقات من تحت تحليل اخر سكر تراكمي كان كام وانت بتعمل كام خطوة في الخطوات الستة اللي قلنا عليهم النهاردة دمتم صحة وخير كان معكم دكتور ضياء الدين واشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة